السلام عليكم النهاردة نتكلم عن تسريبات عن موبايل قوي جدا جاي من شركة وينبلس والموبايل دوت هو موبايل وينبلس ناين اللي جاي يعني بمواصفات ممتازة من حيث الشاشة والمعالج والكاميرات وفعلا الموبايل جميل جدا مسأله من بدأ تفاصيله الموبايل بتنساش اللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال سبلي في التعليقات وانا بإذن الله هرد عليك ومستني كمان يشوف رأيك في التعليقات عنه ومغير ما طول عليكم تعالوا لندفان ده الحلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكل وخامات تصنع الموبايل الموبايل هيجي بطول 159 ملي متر وعرض 73 ملي متر وصمك 8 ملي متر وبوزنة في حدود 178 جرام وظهر الموبايل هيجي مصنوع من الازاز مع فريم من الالمونيوم وبييجي علي طبقة حماية من نوع جرير لاجلاس بس لسه مش معروف انهي اصدار فيهم وغالبا يعني هيكون اخر اصدار مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش لده مصدوج في ظهر الموبايل وبيدعم تركيب شرحت النوت تصار من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل الخامس واستغنى عن مدخل لسماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالموبايل هنا هيجي بصوت استيريو يعني هيشغلك صوت مجسم وعالي وبيجي بممارية IP68 ويقدر يعد تحت المياه العمكي متر ونص لمدة نص ساعة ودي كل المعلومات عن هيكل الموبايل والحقيقة يعني مش شاف فيها اي عيوب وبالذات ان شركة وان بلس فعروفة بجوة التصنحة في الموبايلات ديت وبنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع فلود اموليد بمساحة 6.5 بوصة بدقة 1080x2400 بيكسل بأبعاد 20 إلى 9 بكسافة بيكسلات في حدود 400 بيكسل لكل بوصة وبتدعم تقنية الـ HDR10 Plus وبتيجي بمعدل التحديث بيوصل لـ 120 هرتز زائد انها بتدعم مليار لون ودي لسه مش اكيدة لحد دلوقتي والبصمة هنا كمان بتيجي تحت الشاشة وطبعا الشاشة ديت بتيجي منحنية من الجانبين واكيد بيجي عليها طبعة حماية من نوع جرير لاجلاص ولسه مش معروف انهي اصدار فيهم وزي ما قلنا غالبا اخر اصدار وكماصفات الشاشة عموما شايفها الشاشة ممتازة جدا وطبعا شركة وان بلاص معروفة بشاشتها فهتكون شاشة ممتازة وبنسبة للرام والذوقرة فمافيش غير تسريب عن نسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 8 جيجا رام وطبعا اكيد في نسخة اعلى من كده بس لسه مافيش اي معلمات عنهم اما بقى عن نظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي من نظام تشغيل اندرويد 10 مع معالج سناب دراجون 288 بدقة تصنيع 5 نانومتر مع 8 انوية بتردد يصل لـ 2.8 جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو 606 ومنسبة ليعني اداة المعالج دوت فحب اقولك طبعا نوايك اداة ممتاز جدا ويعتبر من اقوى المعالجات الموجودة في سنة 2021 يعني كاداء مفيش بعد كده من حيث يعني البرامج والالعاب على اعلى عددات وطبعا مع الشاشة المية وعشرين هرتز هتديك اداة ممتاز جدا اما بقى عن الكاميرات الاولى بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 والكاميرا التانية بدقة 20 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 وهي كاميرا ألترا ويت بتصور يعني بزاية واسعة والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 3.4 وهي كاميرا تولوفوتو وبيجي معهم فلاش لده مزدوج وبيدعم تقنية البانوراما واله دي ار ولسه مفيش اي معلومات عن تصوير الفيديو بس اكيد طبعا يدعم التصوير واما بقى منذبا للكاميرا الامامية فلسه مفيش اي معلومات مؤكدة عليها فيه تسريبات بتقول انها 32 ميجا بيكسل وفيه تسريبات بتقول انها 16 ميجا بيكسل بس عموما يعني كاداء الكاميرات ديت هيكون خرافي يعني هتديك اداء ممتاز جدا وطبعا شركة تون بلاس مش هتضحي بدأي الكاميرات في موبايل رائد وبنسبة للبطارية فالبطارية هتيجي بساعة 4000500 ميلي امبير من نوع اللي السوم غير قبل الازالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 65 واط مع الشحن من نوع طيب سي وكحجم البطارية ديت فاحب اقولك انها مقبول جدا ومش افضل حاجة ايوة بس مقبول وبالذات طبعا ما المعالج دوت اي وفى الله كتير في الطاقة وكسرعة شحن فهي ممتازة ونوصل بقى للسعر المتوقع على الموبايل وانا بأكد ان اقول متوقع فالموبايل هيبدأ بالسعر 630 دولار يعني حوالي 10.000 جنيه مصري و2360 ريال سعودي و5570 درعا مجربي و445 دينار اردني و1700 دينار تونسي و83000 دينار جزائري و920000 دينار عراقي كده انا خلصت كل حاجة عن الموبايل وانا شايف ان هو موبايل ممتاز جدا بس يا رب يعني انزلنا بالسعر دوت ما اني ما اتوقحهاش لسه في جمارك وفي ضرايب وده برضه لسه مجرد توقع للسعر وعايز كمان اشوف رأيك عنه في التعليقات بس تنساش اللايك وسبسكرايب وادفع الزر الجرس ولو عندك اي سؤال سبول في التعليقات وانا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة